مصرح محمد السادس بوجده استضاف فعاليات الدورة الحادي عشر من ليالي المديح والسماع المنظمة بمناسبة شهر رمضان الأبرك بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد هي تدخل في إطار الضورة الحادي عشر لليالي السماع والمديح التي ذأبت على تنظيمها جماعة وجده والتي تلقى دائما استحسان ساكنة مدينة وجده هذه التظاهرات تروم الإسهام في التنشيط الثقافي للمدينة خلال الشهر الفضيل وانهوض بهذا اللون الفن المتميز اليوم تتم بعد كورونا كان بالدوعة وتاني الأنشيطة دينا إلى جانب الإخوان جمع الفرق على السماع والسماع الصوفي كان ندروا هذه اللايات لهذه الساكنة التي تولفت هذه اللايات لهذه اليوم الأول من هذه التظاهر الثقافية تميث بتنظيم أمسية فنية أحيتها فرقة الجمعية الموصلية للطرب الغرناطي وفرقة جمعية الريان لفن المديح والسماع وضمن فقرات اليوم الثاني كان الجمهور حج بكثافة على موعد مع صهرة متميزة أحيتها مجموعة الفاضلية للسماع والمديح وفرقة جمعية الأحباب لفن المديح والسماع اشتركوا في القناة